بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على نبينا الكريم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شراكم وشحالكم إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال اشتركوا في هذه الفيديو مرحبا بكم في قناة حرياتي إن شاء الله يعجبكم المحتوى اللي راني قدموه فيه وسمحوا لي بزبزة فراني قصرت في حقكم هذو اليامات الآخرة تعال رمضان رايز الظروف خوتي راكم عارفين الظروف تعالعيد وتحذيرات العيد والحلوة وشخشوخة وهذو كما تعرفوهم مرحبا بكل من دخل معنا جديد في القناة رحب بكم وبالمتتبعين الأوفيان شكركم بزبزة في البعمل تعالكم وعلى تعالقكم الشابة كيما انتوما ربي تقبل إن شاء الله من الصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب العالمين في هذا الفيديو خوتي راح نتطرقوا إلى نقاط مختلفة وخاصة خاصة اللي تخص الجالية الجزائرية من بينها تعزيز الرحالات الإضافية إلى الجزائر كذلك راح نهضروا على تسهيلات يعني قاموا بها قامت بها السلطات لصالح الجالية الجزائرية لاستخراج الوثائق تحها وراح نتعرفو على نقاط واحدة أخرى إذا كفنا الوقت تابعوا معايا الفيديو للأخير هكذا متراطيوش حتى معلومة معلكم انتوما غير تشوفوا الفيديو وتسمعوا وتديروا جيم وبرتاج مع حبابكم وصحابكم يلا نبدأوا على بركة الله أول حاجة راح نهضروا على الفطور الجماعي والإفطار الجماعي اللي أمر به يعني السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية اللي داروها يوم الجمعة في مسجد الكبير بباريس لصالح الطالبة اللي زولوا دراستهم ثم في في باري دارو لهم فطور جماعي يعني راقي آآ نقولولو شكرا ليك وشكرا اللي ساهموا في هذا في هذا الإفطار واللي اللي خدموا واللي طيبوا واللي واللي سربوا واللي نشكرهم كاملين وهذه مبادرة مليحة يعني والمساجد اللي في فرنسا كامل راه يدير في هذه المبادرات يعني قبل ما يعلن عليها رئيس الجمهورية راهي من سينين عندها سينين ومنين وهي يدير في هذه المبادرات ويفطروا الناس كامل وميشغل جزائرين يفطروا حتى آآ آآ لزيميق غير الأخرين اللي مدوا والأخرى ظالة المهم مشكور على هذه المبادرة نروحوا للمعلومة الثانية وهي فيما يخص عيد الفطر المبارك وش من نهار يكون كيما أخوتي أخوتي يعني راه مناشرها عدة قنوات عربية رسمية قال لك مركز الفلك الدولي ما رايح يعني يعلم باللي العيد ان شاء الله يكون نهار الاثنين بحول الله على خاطر اليوم قال لك تغيب الشمس قبل القمر وعلى هذيك اللي ما يقدروش يشوفوا الهلال فالأخوتيخي قال لك سوموا لرؤيته وفطروا لرؤيته ان شاء الله العيد يكون يوم الاثنين والله أعلم راهم يزيدوا يعلنوا عليه في القنوات الأخرى نروح للمعلومة الموالية المعلومة هذه راح تتمثل في تخفيضات للجوية الجزائرية يعني كيما يقول تذاكر بقيمة راح يحطى التذاكر تاحة ميتين وستة وستين أورو دسون سوست سيس أورو من مطار تولوس إلى العاصمة للبسجي الواحد كذلك وريح تخفض مرة أخرى السعر إلى غاية إلى يوم ثلاثين مائل مقبل ليصبح مية وثمانية وستين أورو من جانب آخر الرحلة نتاع ذهب وإياب من مطار تولوس نحو وهران راه يدير رام يبيعوا في التذاكر تاعو ثلثمية وثمانية وثمانية أورو فاصل سبعة وخمسين يعني 348 أورو للرحلة نتاع بين ثلاثة وسبعتاش مائل رام حاطينها 348 أورو ذهب وإياب من مطار تولوس إلى وهران كذلك الرحلة نتاع 18 مائل الذهب فقط تكلف المسافقة قيمة 248 أورو يعني كالين لرحلات اللي راهي رخيصة كيما هذي تاع 488 أورو للغتوب وهذي راهي 244.56 أورو للذهاب فقط كذلك على خط ليون وهران كذلك إخواني أخواتي الأسعار مش مختلفة على هذه اللي ذكرناها مثلا يوم الأربعة ثمانية أربعة ماي تذكرة تاع ذهب فقط راهي تدير 342 أورو من ليون إلى الجزائر العاصمة والرحلة بين الخط يعني بين ليون وهران التكلفة تاعو راح تكون 48.11 أورو تشمل هذه التخفيضات كذلك وجهة ليل الجزائر يوم 22 ماي تقدر الرحلة بسعر 257.18 أورو بالنسبة لوجهة مارسيليا راهي شوية غالية عمارسيليا أخواتي راهي تذكرة ذهب فقط راهي تدير 344 أورو هذه بالنسبة لتخفيضات شهر ماي الروح للمعلومة الأخيرة وهي إخواني أخواتي تسهيلات فيما يخص استخراج الوثائق من القنصلية الجزائرية اليوم إخواني أخواتي كان السيد عبد الوهابي عقوبي في زيارة إلى قنصلية كان في قنصلية نانتر بباريس إخواني أخواتي للولايات 92-78-28 التابعة للقنصلية لتجديد جوازات السفر يعني وهضروا في موضوع جوازات السفر إخواني أخواتي قال لكم السيد عبد الوهابي عقوبي القنصل الأهو قايم بالمهمة تاعه وراه يعني بالنسبة للناس اللي ديرين اللي حاجزين ديجا المواعيد التاحام يروحوا في المواعيد التاحام أما ابتداء أنم يعني من اليوم الناس تقدروا اللي ما عندهم ش موعد وما قدرواش يحجزوا الموعد التاحام باش يستخرجوا أي وثيقة من القنصلية سوى باسبور ولا شهد القنصلية ولا بروكيراسيون ولا أي حاجة يروحوا الصان غونديفو يعني تقدروا تروحوا بلا غونديفو كما يقول لك راه يعني في النهار في النهار يديروا ميتين طالب ولا تجديد ميتين طالب تجديد جواز السفر في اليوم أي ما يعادل يعني ثلاثين ملف في الساعة والمترشحة للزيادة يعني وحابين يزيدوا يخدموا ولا خاطر فتاتي هذه المعلومة يعني مليحة كذلك أعلنت اليوم القنصلية الجزائرية بكريتاي بأنها الغات المواعيد يعني نحات المواعيد هذه التاع الفاسبور تعودوا تروحوا الصان غونديفو اللي يسكنوا في مدينة كريتاي وضباحيها يعني ولي فيلاج اللي قرب لها فلا خاطر فتاتي هذه هي المعلومات اللي حبيت نبرتاجيها معكم إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاراني نحاول خاطر فتاتي كل ما نلقى وقت صغير نجيبلكم معلومات اللي تفيدكم بارتاجيها مع أحبابكم ما تنساوش ونقولكم بقوا على خير وسحف طوركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته